تعالوا نعود إلى أيضا أخبار قمة المناخ ومشاركات أيضا من البنك الأهلي يشارك البنك الأهلي المصري بقوة في مؤتمر المناخ بالمدينة الخضراء شرم الشيخ في دورته 27 البنك الأهلي بيقدم خلال القمة مجموعة من الخدمات على رأسها توفير مكينات السراف الآلي لجميع المشاركين في القمة كمان بيرعى البنك الأهلي المصري جلسة على هامش المؤتمر في يوم الطاقة بعنوان تمويل المناخ من التصور إلى التحقق يعني إزاي كان يتصور إلى أن يتم التحقق لهذه الخدمات البنك الأهلي أيضا بيشارك في يوم التنوع البيولوجي لمناقشة الحلول القائمة من أجل الحفاظ على توازن النظام الإيكولوجي وحمايته والحد من أثار تغير المناخ على المحيطات وتأثيره على أيضا النفايات البلاستيكية على الأنواع المهددة أيضا بالانقراض على هامش المؤتمر كمان بيشارك البنك في توقيع اتفاقية مشتركة مع بنك مصر وبنك القاهرة لتمويل جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 140 مليون يورو بالإضافة إلى منحة بمبلغ 10 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي بهدف التوسع في فرص تمويل المشروعات متناهية الصغر وأيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة طبعا بالحفاظ على المناخ طبعا كل ده أعتقد من الأشياء المهمة وجود طبعا بنك الأهلي بنك مصر وبنك القاهرة وأيضا هذه التمويلات الكبيرة وخصوصا أنه طبعا زي ما أنتم عارفين هي مشروعات مهمة أن يبقى فيها أيضا التمويل والاقتصاد لأنه كله مرتبط طول الوقت ببعض